موسيقى 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 م última سؤال ه س girlfriends مؤسس موسيقى 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 لذالن رحلة قادرة المسيقى هذه الزقافة وهذه فهذا هو رفع الحقوق من سنستغيلة دائما للإساءة لنا لتشويش على قضيتنا الوطنية القضية تحدث ربي البلاد واليوم يجب أن ننتقل ونحن نترأس المجلس لكن يعرف العالم ليس فقط حكمة مجازتنا ولكن موقفنا الحقوق في كل مكان لأن الأخوان تعرفون جميعا ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمتهم ونحن نتقل ونحن نعي الحقوقين فأنا أدعوكم إلى استغلال هذه المنصة الجديدة لفتح كل الذين يخرقون حقوق الإنسان هذا كانت أن الشجاعة في المملكة المغربية تحت قيادة جوارة الملك أن نوجه أسئلة حقوق الإنسان في بلادنا لكل الجرعة وكل شجرة فأفنا مخيمة تندوف وضعية مزرعة ويحبكم إلى الاعتمام تانينا مستسمعون مستدرئيسي في إشارة حقوقية بسيطة المبعوث الحصر لأمم المتحدة سيدي وفي إحترامه لكاذب له ولما يخبره استغربنا خروجه عن قطار قرارة مجلسي من داعي بشكم بسيارة لدولة عالم حريف وهي جنوبة فلا مدى لنك حقوقي دولة كدر شغلتها حقوقه كدر شغلتها ولكننا مدى أن نرفع الورقة الصفحة للتعبيري عن قلق مواطناتنا ومواطننا من فروج المقرد الإمامي عن طريق تحدده مجلسي مجلس العام محدد له قطاعاً واضحاً هو تدبير المفاوضات الحولجة في الجزائر والخصوم لك لا أكان الجنوب إفريقياً بأحداً القرار مجلسي قرارة واضحاً هذا الانحراف وهذا الانزلاق نتمنى أن يتداردهم الأمم المعام وأن يعود إلى منطقي إلى منطق وروح قرارات المجلس أن نحن في بلادنا تعملنا مع العدد الكبير دي المرة الخاصة ولكل كلها تكن نحت ولكن مع التأكيد دائماً أن تعليم الجل الملك وإرادة القريب تعاون إيجابي معظمنا التحضاء نتمنى أن تصل هذه أن إشارة إلى من يعني شكراً سيدراً لا تنسوا تابنوا وفلاشين وتأكتفوا الجرس حتى يوصلكم جديد فيديوهات بالبخيس واتفقت أجيو مع صحابكم ترجمة نانسي قنقر